اهلا بكل اللي يتابعوني يارب تكونوا كلكم بخير رجعت لكم فيديو جديد من قناة ايزي كرافت معاك ودعاء كالعادة وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فكرة حلوة برضو زي ما تعودتوا معايا ان شاء الله النهاردة هنعمل فكرة مقلمة يعني بصوا جديدة من نوعها اول مرة هتشوفوها على اليوتيوب هي المقلمة السحرية زي ما انتم قاريتوا في عنوان الفيديو هي فعلا سحرية عشان المقلمة دي ينفع نحطها في الشنطة وكمان ينفع ان احنا نستخدمها كمقلمة للمكتب يعني مش نضطر ان احنا نطلع الالام خالص من المقلمة لا زي ما هي موجودة كده في المقلمة نقدر نحطها على المكتب وكمان نقدر نشيلها تاني في الشنطة زي ما هي يلا بينا نشوف الادوات ونشوف هنعمل المقلمة ازاي مع بعض اول حاجة هنحتاج معانا قطعتين قماش متسويتين هنحتاج القطعتين مقاس 15 في 30 سنتي كمان هنحتاج ابرة وخيط وهنحتاج معاص وورق فوم طبعا وورق فوم سادة وورق فوم جليتر انا هنا استخدمت الفوم اللي هو الكبير قصت قطع مقاس 12 في 32 وواحدة تانية مقاس 13 في 37 سنتي وقطع طبعا للتزيين او قطع جليتر للتزيين كمان هستخدم سوستة اهم حاجة سوستة تكون مارينة يعني سهلة في الفتح والقفل وكمان مصدس شمع ومصطرة للقياس دلوقتي هجيب السوستة معايا هجيب اول حاجة مقدمة السوستة هبتدي احط القماش عليها كده بالشكل ده وهبتدي اخيط زي ما موضح السام عشان لما قلبها تطلع الخياطة معايا مش بينها يعني يطلع الشغل مظبوط هبتدي دلوقتي اخيط انا ممكن هلزاها طبعا بالشمع بس ما بنصحكوش بالشمع لان الشمع بيفك وكده ما بيبقاش كويس مع القماش هبتدي اخيط كده غرز متقربة او غرز صغيرة كده عشان تبقى اقرب للغرزة بتاعت مكنة الخياطة وتدينا نتيجة احسن طبعا من يعني الخياطة اللي هي العادية هبتدي اعمل عقدة في نهاية الخيط كده وهبتدي اقص وهقعد الخيط تاني برضو هعمل له عقدة عشان ابتدي اخيط الجزئية التانية هجيب دلوقتي قطعة القماش التانية وهحطها برضو على السوستة بالشكل ده بنفس الشكل اللي حطناها المرة اللي فاتت بحيث برضو لما نيجي نقلب القماش تبقى السوستة باينة معانا من برا يارب تكونوا فهمتوا الحتة دي بس ركزوا فيها عشان تعرفوا تعملوها بابتدي اخيط برضو بنفس الطريقة انا قربتلكو اهو وسرعت الخطوات لان طبعا معروف الخياطة بعد كده هاجي للاجزاء اللي هي بتاعت بواي القماش دي هبتدي ان انا اخيطها بالشكل الموضح والسهم ده كده يعني هنخيطها من كل الجهات وبعد كده هنقلبها طبعا بس قبل ما نقلبها هنعمل خطوة كده مهمة عايز اقولكو اصلا ان طريقتها سهلة جدا انتو في الاخر هتقولوا يعني قد اين هي سهلة وفكرتها حلوة جدا اهو زي ما انتو شايفين كده نقدر نقلبها حخيطناهم كل الجوانب هاجيب كارتون على شكل دايرة وبعدين هقصها نصين يعني انا عايزة نص دايرة من الكارتون وهبتدي الزق كده القماش من تحت يعني هلزق المربعين كده من تحت كمسلسين كده مش عارف اسمهم ايه تلخبطت في الكلام المهم يعني هنلزق كده جوانب المقلمة من تحته وبعدين هبتدي الزق الدايرة اللي هي هنلزقها دي كده من تحت برضه طبعا احنا كل دا لسه مقلبناش للمقلمة دلوقتي بقى هنقلبها بعد ما ثبتنا النص دايرة من جوه هبتدي اقلبها كده طبعا النص دايرة دي مهمة جدا عشان هي دي اللي بتوقف المقلمة او بتخلي المقلمة سابتة كده يعني كأن ليها ستند من تحت دلوقتي هبتدي اطلع الجزئية بتاعت السوستة من بره والحتتين اللي في المقدمة دولة هبتدي الزقهم برضو لجوه عشان اداريهم يعني يبقى شكلهم افضل من هم ظهرين كده بس هلزقهم طبعا بمصدس الشم يعني مش محتاجة خياطة وكده القلب او الجسم بتاع المقلمة الداخلي بقى جاهز معنا هقص برضو الطرف ده كده يعني شكل جمالي هبتدي الزق عليه قطعة فوم وبرضو عشان السوستة متفكش فبالشكل ده كده لزقت عليه مستطيل كده من الفوم دلوقتي بقى هنبتدي نشتغل على الشكل الخارجي بتاع المقلمة زي ما قلتلكم معايا قطعتين فوم بمقاسات مختلفة واحدة صغيرة وواحدة كبيرة القطعة الكبيرة اللي مقاس 37 في 13 سنتي دي هنلزقها من فوق والقطعة الصغيرة اللي مقاس 12 في 32 دي اللي هنلزقها من تحت او في القاعدة بتاع المقلمة طب يجي السؤال بقى وتقولولي ليه عملنا قطعة اكبر من التانية يعني بصوا هتشوفوا دلوقتي هي مشكلة يعني ان فيها تركة كده معينة لازم تعرفوها فانتوا ركزوا كويس في المرحلة دي وبردو ركزوا كويس في المقاسات عشان خاطر تعرفوا اطلعوها بشكل كويس زي ما انا عمليها ان شاء الله يعني ببتدي كده احط لازق جمع طبعا على القطعة الفون بتاعتي وبعدين باجي عند نص الدايرة اللي احنا عاملينها كده او نص الربع بتاعد الدايرة او زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا ألزق يعني في المنتصف بالزبط كده ببتدي ألزق يا رب تكون واضحة معايكو برضو انا ما بعرفش يعني اعبر قوي بالكلام بس يا رب ان شاء الله تكونوا فاهمين فبعد كده هنبتدي نضغط كده عليها وبعدين هنلزق بقى يعني الشكل بتاع الفوم ده كله هنلزقه بالدوران بتاع المقلمة اهو غيرتلكو الزاوية بتاعت التصوير عشان تشوفوها افضل فهبتدي الوقتي ألزق كده احط شامع وبعدين هلزق القماش على قطعة الفوم اللي معايه طبعا اهم حاجة تركزوا على الاطراف في اللزق يعني تلزقوا الاطراف كويس لان الاطراف هي اهم حاجة وطبعا نضغط كويس عشان القماش يبقى ملزق كويس مع الفوم وعشان تتأكدوا برضو ان هي لزقت كويس ممكن ندخلق ديكو جوه المقلمة وتبتدوا تلزق القماش على الفوم من جوه زي ما انتو شايفين كده احنا جبنا القطعة الكبيرة طبعا لازم نقسها على الجزء الصفلي بتاع المقلمة يعني تبقى اوسع منه بحيث ان يبقى مرن في الحركة نقدر نشدها ونخرجها من المقلمة بالشكل ده كده هنبتدي نلزق كده يعني لحد النص عشان بس نعلم المكان اللي احنا هنلزق فيه والجزئية اللي فوق دي تسدتها لسه ما لزقتهاش هلزقها في الاخر هدخل الجزئية اللي فوق كده وبعدين هبتدي ألزقها زي ما انتو شايفين ماري نقيه معي وبتقدر تتحرك هلزق على الاطراف بتاعت السوستة بس مهم جدا ما تبوش عند الجسم اللي هو بتاع السوستة او الجهاز بتاع السوستة نفسه عشان طبعا لو لزق كده السوستة مش هتعرف تفتح ولا تقفل معنا وهبتدي ألزق الاطراف وحاول برضو ما خليش اي شمع يجي على الجهاز نفسه بتاع السوستة يعني اكون حريصة جدا وانا بلزق الجزئية دي وهضغط طبعا كويس عشان يبتدي يلزق معي كويس وبعد كده هلزق الطرف اللي انا سبته وما لزقتوش ده زي ما انتو شايفين كده المقلمة بقت جاهزة معانا مش فاضي غير الديكورات والتازين وطبعا زي ما قلتلكوا الديكورات والتازين دي حاجة بترجعلكو بس انا هوريكو انا زي انتها ازاي وهوريكو طريقتي في التازين عملتها ازاي دلواتي جيبت اشكال عملت شكل هالو كيتي فعملت قلب كده وهكتب عليه كيتي باللون الفوشية وطبعا عملت اراس بتاعت القطة بتاعت هالو كيتي وايديها وعنيها وكمان فستانها فهتشوف دلواتي كله هيبان معاكو في الطريقة طبعا القص ده سهل جدا فتقدروا تقصوا اي شكل انتو حبينه او اي شخصية انتو حبينها كمان ممكن كمان تزينوها بشكل عادي جدا بورود بقلوب هتبقى حلوة برضو جدا بلزق كده راسها وعنيها والفيونكا وكمان الفستان بقى على الجزء السوفلي اهو احنا لزقنا في الجزء العلوي الوش بتاعها الو كيتي وفي الجزء السوفلي هنبتدي نلزق الفستان بتاعها هلزق القلب اهو بعدين هلزق الايد بتاعتها الاشكال على الجنب وتقدروا تقلدوها او تقدروا تعملو زيها هجيب المقص المشارشر كده وهعمل زي دل الفستان بتاع هلو كيتي كمان هعمل رجليها بالشكل ده كده هجيب بقى شراية من الفوم البينك اللي معايا اهو بالشكل ده كده وهوصها برضو بالمقص المشارشر وهبتدي ازين الحواف بتاعت المقلمة بتاعتي طبعا هلزق من الظهر هبتدي من الظهر وبعدين همشي على الاطراف كلها اللي معايا طبعا بتبدي منظر حلو جدا وبتظهر الشكل معايا بشكل حلو جدا عايز اقولكو برضو القعدة لو حابين تلزقوا عليها قطعة فوم من تحت عشان يبقى الشغل احسن برضو ممكن تلزقوها بس انا صراحة نسيت ان انا ألزق فهبتدي ألزقها كده بالشكل ده واي قطع برضو مش مرزوقة كويس بنبتدي نسبتها كويس بجد شوفتوا فرق في شكلها ازاي هيبقى حلو جدا عايز اقولكو برضو ان احنا يعني اهو خلصناها بشكل بسيط وسريع كده المقلمة خلصت معايا اهو فترة حلو جدا والاول مرة هتشوفوها بجد يعني حاجة كده سهلة وسريعة وكمان مفيدة جدا وهتعجب الاطفال والكوبار كمان وعايز اقولك كمان ان احنا ممكن نستخدمها ككوبار كشانتة ميكوب او نحط فيها اي حاجة احنا عايزينها عملت هنا بقى برضو شكل للاولاد بس هوريكو برضو كملت تزيين المقلمة ازاي حاطت لها قلوب كده عشان تبقى شكلها حل وكمان عملت زي خطوط كده في الخطوط بتاعتها لو كيتي اهو الشكل بتاع الاولاد برضو صورته لكو عشان برضو يبقى الافادة كده كاملة ويبقى تقدروا تعمله الشكلين انا عاملة شكل دورايمون للاولاد بيحبوه جدا الكارتون ده فزي ما انتو شايفين قصة الاشكال بتاعت شخصية دورايمون وبعدين لزقتها كده بكل سهولة الاشكال على الجنب تقدروا توقفوا الفيديو وتشوفوها وتقصوا زيها زي ما انتو شايفين اهيه مقلمة زي الاولانية بالزبط وبرضو زي انت الحواف بتاعتها بالشرائط المشرشرة عشان كده يبقى ما ظلمناش حد عملنا للاولاد وعملنا للابنات كمان عشان اللي عنده بنات يعمل للابنات واللي عنده اولاد يعمل للاولاد واللي عنده الاثنين يعمل للاتنين برضو بس كده شكل المقلمة معايا متنسوش بقى لايك وشير للفيديو لو عجبكو ومتنسوش تكتبولي كومنت حلو زيكو كده وان شاء الله الفيديو كون عجبكو هعرف طبعا من عجبكو لو عملتوله لايك وحاب اقول لكم برضو ان انتو ممكن تكتبوا عليها اسمكو هيتبقى حلوة جدا ومميزة اكتبولي تحت في التعليقات لو عملتوها وكمان متنسوش تكتبولي هتستخدموها في ايه والفكرة عجبتكو ولا لا واشوفكو في افكار تانية حلوة كتير مع قناة ايزي كرافت وسلام عليكم وما تنسوش اللايك عشان تعبت جدا في الفيديو ده اشتركوا في القناة